اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بفقرة المبادرات واليوم رح نحكي عن مبادرة لها علاقة بمتلازمة داون معنا حياتنا لها معنا هي مبادرة صادرة عن مجموعة عائلية تطوعية تفاعلية تُعنى بالأشخاص اللي عندهم إصابة من متلازمة داون أو العائلات اللي عندهم أحد من الأطفال بيعاني من متلازمة داون وبود أنه يتعرف عليهم وعلى معاناتهم هالمبادرة انتشرت من الأردن وفي أقطار الوطن العربي رح نحكي اليوم عنها المبادرة ومعنا الناطق الإعلامي باسم هذه المبادرة الأستاذ عبدالدايم محمد صباحك سعيد صباح الوضع أهلا وسهلا شكرا للاستضافة يعني احنا سعيدين جدا باسضافة قناة الأردن اليوم لمبادرتنا مبادرة متلازمة داون معنا حياتنا لها معنا ونتمنى أنه يكون إلنا دور في توعية المجتمع وتوعية الناس حول ما هي متلازمة داون فكل الشكر والتقدير لإدارة الأردن اليوم على هذه الاسضافة أستاذ خلينا في البداية نحكي عن فكرة المبادرة وكيف بدأت ألا إحنا مبادرة متلازمة داون معنا حياتنا لها معنا اللي أسستها الست انتصار الخطيب انتصار عديل الخطيب ألا الست انتصار هي أخت لأخوين من متلازمة داون أيمن الخطيب وأمجد الخطيب الله يرحمهم طبعا توفوا وفاء لأيمن ووفاء لأمجد كان إنشاء الصفحة صفحة متلازمة داون معنا حياتنا لها معنا على الفيسبوك هذه الصفحة بدأت بالاهتمام بأهالي متلازمة داو العائلات الأطفال وكل من يحبهم ويود التعرف عليهم وله صلة بهم ويهتم بهذه الفئة فكانت صفحتنا على الفيسبوك هي صفحة لا تقتصر على الشأن الداخل الأردني فقط وإنما تعدتها إلى أن تكون صفحة عربية إن لم تكن صفحة عالمية لأنه في عنا حتى تواصل من جميع أنحاء العالم حول الصفحة تمام يعني هي بلشت فكرة المبادرة من ناس عندهم أقارب وإخوان بعائلاتهم نفسهم بعانهم من متلازمة وأولاد وبنات نعم بالضبط نحكي عن هدف هذه المبادرة لا يعني مبادرتنا إحنا كمبادرة تعنا بمتلازمة داون الهدف الرئيسي هو توعية المجتمع وكل ما يتصل بمتلازمة داون حول متلازمة داون يعني قضيتنا بالدرجة الأولى إيجاد ثقافة مجتمعية سليمة حول ناهية متلازمة داون حول ذويهم لأنه للأسف الثقافة المجتمعية سابقا نتيجة قلة المعرفة بهذه الفئة أوجد نظرة وصورة يعني غير مسبوقة في التعامل سلبيا مع هذه الفئة للأسف لذلك عندنا دورنا أنه نبرز قدرات أولادنا طاقات أولادنا النموذج والقدوة من أولادنا أمام هذه الفئات المجتمعية بحيث تعرف عن أولادنا بشكل صحيح دون النظرة السلبية اللي كانت موجودة للأسف سابقا يعني أستاذ صح اللي بكلامك صحيح أنه إحنا حتى منشوف يمكن المسميات اللي بيختاروها يمكن زمان متلازمة داون كانوا يحكوا كلمة يعني للأسف بحبش أحكيها بس إنها كلمة فعلا كتير قاسي وصعبة لما تحكي منغولي يعني قديش هالكلمة يعني حتى إلها وقع لما بتحكيها صعب إنك تسمعوا فيعني هاي من الثقافة المجتمعية الموجودة سواء من المسميات حتى النظرة يمكن الناس بتطلع عليهم بنظرة شفقة أكتر ما هي نظرة أنه أنا بدي أخذ بإيده بدي أخليين خرط بالمجتمع وهذا جزء من كل عائلة من كل بيت كل إنسان معرض أن يكون عنده شخص يعني عنده متلازمة داون لا يعني إحنا شوفي أطفال متلازمة داون لمن لا يعرف متلازمة داون حقيقة تبقى الصورة النمطية نتيجة الثقافة الهابطة خليني أسميها حول هذه الفئة في تعامنهم وفي سلوكهم مع هذه الفئة بيكون سلوك سلبي وسلوك غير حضاري الأصل إنه إحنا نتعرف على هذه الفئة ليش الانطباع دائما يكون عن متلازمة داون على أنهم متخلفين عقليا أو على أنهم مجانين هذا الكلام ليس صحيح قطعا ليس صحيح متلازمة داون حسب التصريف العالمي إلها هم يعني عندهم إعاقة عقلية بين الخفيف والمتوسط ولذلك هم من أكثر فئات من فئات المجتمع اللي عندهم إعاقة عقلية قابلين للدمج وقابلين للتعليم وقابلين للتدريب وقابلين للاندماج بشكل كامل في المجتمع نشوفهم حتى لما بيكونوا بأي أماكن وفعاليات أستاذ أنهم حتى سلوكياتهم بمثلا طريقة كيف بيأكلوا كيف بيعدوا حركاتهم وأسلوبهم بالتعامل يعني مثل أي شخص طبيعي ما في فرق يعني هاي عندهم قابلين أنهم يتعلموا ويكتسبوا أيضا نطوروا هاي الأشياء نعم نحن عندنا نماذج قدوة صحيح أنه مبادرتنا أبرزت هذه النماذج القدوة ودور الأهالي في معالجة أي سلوك خاطئ عن طفلهم مثل أي طفل طبيعي هلأ الطفل الطبيعي تركي بدون رعاية بدون عناية بدون أي توجيه يكون عند سلوكيات غلط المجتمع سيكون فريسة للمجتمع خليني أحكي للمجتمع الجهة السلبي إحنا إذا الأهالي اهتموا بأولادهم ورعوهم رعاية صحيحة وفعلا استطاعوا أنهم يوجدوا يعني المفاهيم الصحيحة عن هذه الفئة من الممكن جدا أن يكون هذا الطفل عنده قابلية للتطوير وعنده قابلية للإبداع وعنده القابلية لأن يكون يعني نموذج وقدوة في المجتمع في عنا نماذج قدوة استطعنا أن نبرزها في عنا إبراهيم الرجدان يعمل في فندق الماريوت ممكن نيجل الحديث عنه نعم عنا حمز بركات عنا محمد سرطال عنا مجموعة جيدة خليني أحكي يعني هنا ما تجي أنه للناس حتى نشجع كمان أصحاب العمل أنه يعني ما يحسسوا أنه الشخص اللي عنده مثلا متلازمة داون إحنا يعني نعتذر منك ما ممكن أنه إحنا يكون عندك مكان إلنا فهي نماذج يعني مثل كأنها بتشجع لأصحاب العمل أنه متقدروا أنكم هذول الأشخاص يكونوا موجودين عندكم ويعكسوا صورة إيجابية عنكم نعم صحيح نحكي أستاذ عن مجموعة الأعمال اللي بتقوموا فيها أو الأنشطة لحتى توصدوا هذا الهدف اللي في البداية يمكن التوعية للأهل والأمهات كيف تتعامل مع هذا الطفل ويمكن في عندنا ثقافة مجتمعية أيضا غير عن النظرة للأشخاص اللي عندهم متلازمة داون في بعض العائلات وللأسف يمكن بيستحوا بهذول الأبناء يعني بيخبوهم أنا ما بدي أطلع ابني على الناس ما بدي ابني يشوفوا فنحكي عن بعض الأعمال والنشاطات هي هي جزء من الإشكالية اللي إحنا بنعاني منها وهي جزء من خلينا أحكي تحديات اللي من الممكن أنه إحنا يعني لاحقا نتحدث فيها الآن إحنا الصفحة عندنا صفحة متلازمة داون معنا حياتنا لها معنا وكل ما يتصل بهذه الصفحة نتوجه كفريق عمل وكأشخاص عندنا أطفال متلازمة داون إلى المجتمع لتوعيته حول هذه الفئة يعني الناحية الأساسية أنه إحنا عندنا مواضيع عندنا اهتمامات حول الشرح ماهية متلازمة داون التزام الأهالي تجاه أولادهم وكيف ممكن نطور من قدراتهم كيف ممكن نوجههم التوجيه الصحيح الآن بالإضافة إلى ذلك في عنا أنشطة إحنا قمنا فيها هذه الأنشطة مثل ورشات العمل مثل المحاضرات مثل النشاطات والفعاليات اللي بتقيمها بعض المبادرات المتعاونة مع مبادرتنا وبالتالي هي كلها تصب في خانة توعية المجتمع وتوضيح ماهية متلازمة داون للناس في المجتمع نحكي عن التعاون بينكم بين جهات أخرى وأيضا مبادرات يمكن وحتى فيه أشخاص عم بيتعاونوا معاكم لحتى يقدروا أنه يحققوا أهداف هذه المبادرة بالتوعية المجتمعية في عندكم مثلا أشخاص بيدربوا الطلاب مثلا عفوا الأشخاص اللي عندهم متلازمة داون يمكن كراتي سمعنا في عندكم بيتعلموا الطبق أحيانا الدبكات لما تعملوا فعاليات بيكونوا موجودين نفسهم الأطفال بيقدموا صورة يعني الحلوة عنهم نحكي شوي عن هالتعاون إحنا عنا فريق للكراتي سمينا فريق أمجد السعدي وفاء لأمجد السعدي الله يرحمه طبعا والأخت القديرة أم أمجد السعدي اللي ما توانت من بعد وفاة ابنها عن حضور حتى كافة التدريبات مع أولادنا وهذا وفاء يعني إحنا بنشهد فيه للأخت أم أمجد السعدي المدرب القدير حسام عياد اللي درب أولادنا ولا زال وما زال يدربهم لغاية الآن طبعا نتوجه بالشكر لعطوفة المهندس أحمد لمهيارات مدير مدينة ملك عبدالله بلقويسمي والمهندسة رولا المعايطة اللي استضافونا في ملعب الملك عبدالله بلقويسمي في الصالة المغلقة لفعالية الكراتية بالإضافة لفريق الدبك اللي إحنا عملنا بنشئ الآن ومع الفنان محمد النعلاوي والأستاذ عمر اللي هم يساهموا معنا في تدريب أولادنا على الدبكة يعني على اليرغول على الدبكة الشعبية أيضا عنا إحنا صحبة حلة مجموعة من صبايا متلازمة داون مع الشيف القديرة رند عبدالله الصلاج اللي استطاعت إنها تدرب هاي المجموعة من الأطفال على الكوكيز على الحلويات وصناعتها على ويعني إن شاء الله تعالى إنه راح يكون في عنا مستقبلا يعني آفاق تفتح لأولادنا من متلازمة داون حول هذه الصناعة طبعا بدنا نشكر سيت ميرنا اللي استضافتنا يعني في مطعم فونجان مجانا وإلى الله يزيهم ألف خير على هذا العمل وعلى هذا نحن نشوف أنه مبادرتكم يعني عم توصل لكل يعني للجميع لهيك عم نشوف أنه الناس عم بتفاعلوا معاكم يمكن حتى وجود الأطفال نفسهم لما بيعكسوا هالصورة الحلوة عنهم إنه إحنا بس بدنا فرصة إحنا بدنا ننخرط إحنا بدنا حدا يساعدنا عند إبراهيم الرجدان الآن موظف رسمي في فندق الماريوت وريسبشن كمان يعني شغله حلو في الاستقبال مع الوفود والجهات وهناك حادثة يعني من أرواع ما يكون إنه إبراهيم ترك انطباع رائع جدا عند السياح وعند الناس اللي يعني نزلوا في هذا الفندق بحيث أنهم نزلوا مرة أخرى يعني إكراما لإبراهيم وهذه كانت بادرة رائعة عندنا حمز براكات أيضا في سوق العمل وانخرط في عندنا محمد السرطاوي في مطعم حلويات عندنا مالك أيضا اللي عمل مطعم على الدوار الثاني هون عندكم قريب منكم ديدي مطعم ديدي يعني في عندنا مجموعة خليني أحكي من الأشخاص اللي تم دمجهم في سوق العمل وكانت خليني أحكي النتائج المترتبة على عملهم من أرواع ما يكونوا صورة ناصعة يعني أمام المجتمع وأمام الناس إنه أشخاص من المتلازمة دون ينخرطوا في سوق العمل هذا الشيء عظيم وشيء يفلج الصدر وشيء نحن نرفع رأسنا فيه صحيح كيف بتقيم يمكن التعاون معكم أو يمكن الدعم لإلكم يعني هذا كله نحن نشوف أنه هي العائلات اللي عم تشتغل هذا الشيء انتو اللي عم بتحاول تواصلوا صورة أنه هذا الطفل بحاجة منه مش للشفقة بحاجة منه نحن نساعده نخلي موجود في مجتمعنا يعني نعطيه فرصة بس يعني هون فرصة يعني شيء من حقه يكون صحيح فكيف بتشوف أنه الدعم لو بدكم تعملوا مثلا لو قدام مثل ما حكت حضرتك أنه فيه ناس مثلا بيبدعوا في الطبخ والحلويات فيه ناس مثلا رياضيين وين هدول بعدين إذا بتم يفتحوا مثلا شيء مشروع أو كذا فكرتوا أنه مثلا يكون في جهات تتواصلوا مع هذا الدعم هلأ إحنا الدعم الرئيسي بالدرجة الأولى باعتمد على الأهالي يعني إحنا أصلا عبارة عن مبادرة عائلية تطوعية بنعتمد في كل مشاريعنا على جهودنا الذاتية يعني جهود الأهالي هلأ ممكن بعض الجهات تساهم معنا في دعم خليني أحكي أولادنا وتقيم أنشطة معنا يعني أنا مثل ما ذكرت فريق يد الخير التطوعي المؤلف من أكثر من أربعين أخصائي وأخصائية قدموا إلنا ورشات عمل يعني على مدار ثلاث سنوات هاي السنة الثالثة بإذنك تعالى في شهر أربعة راح يكون في عمنا ورشة عمل تتعلق في البورتج النطوق تعديل السلوك إلى آخره وبالمجان بالأمهات بالضبط يعني إحنا لما بتتعاون معنا بعض المبادرات الأخرى اللي ترى في مبادرتنا أنها مبادرة غير ربحية ومبادرة لا تنظر إلى أي دعم مادي مقارنة بالمبادرة المسجلة ولذلك نشكر طبعا فريقي ذي الخير التطوع على هاي الأعمال اللي قاموا فيها معنا بالإضافة إلى في عنا نسمة خير مبادرة نسمة خير أيضا احتمال كبير أنه في نهاية شهر ثلاثة نعمل معهم اللي هو اليوم العالمي المتلزم بداهم سأكمدرس أن حضرتك عنه نوم بواحد وعشرين ثلاث والسنة الماضية كان بمدينة الزرقاء نعم تعاوننا مع زرقاء رايدرز تمام نحكي عنها استنى وين رح يكون الاحتفال السنة احتمال كبير أنه يكون في عمّن تمام مثل ما حكيت مع نسمة خير السنة هذه احتمال كبير مع نسمة خير طبعا نحن في سنوات سابقة تعاوننا مع شمس الخير دكتور الليالي أبو اسماعيل الله يجزيها في خير كذلك الأمر مع مجموعة من الأخصائيين والأخصائيات والإعلاميين المتخصصين في هذا المجال مثل الدكتور جميل أبو طربوش والست كفاح مرعي الأخصائي القدير في هذا المجال بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات اللي حقيقة ساهمت معنا في تعريف المجتمع على ما هي متلازمة داون وأبرزت قدرات أولادنا وطاقاتهم وإمكانية التعرف عليهم من خلال هذه الأعمال اللي قاموا فيها وكل الشكر والتقدير لكل من ساهم معنا في هذه المبادرة بتوعية الناس وبتقديم أي مساعدة للأهالي بحيث أنهم يظهروا قدرات أطفالهم لكن إحنا لا نتلقى المساعدات العينية أو المادية وإنما الجهات اللي بتحاول قدر الإمكان أنها تخدم المجتمع بحيث أنها تعرف الناس على هذه الفئة بنقول لهم أهلا وسهلا لكن إنها تكون جهة بالنسبة لإلنا موثوقة وبنعرفها وتعاوننا معها سابقا نحكي أستاذ عن بعض التحديات اللي بتواجهكم يعني أنتو كأشخاص عم تعملوا شيء تطوعي شيء اجتماعي يعني عائلات مع بعض ما في حدا زي ما قلت لي حضرتك ما في جهة معينة مش مسجلين ولا تابعين لأي مكان أو جهة شو هي التحديات اللي ممكن تواجهكم يمكن لحتى أنكم توصلوا هذه الرسالة للمجتمع حاولتوا أنه هالدورات تكون مثلا موجودة في مناطق مختلفة من المملكة مش بس مقتصرة يمكن على عمان أو إربد سمعتوا أنه في إربد كمان مجموعة من النشاطات نعم مجموعتنا في إربد موجودة في الزقاء في عمان نتمنى أنه تتوسع حتى في العقدة في معانا يعني مجموعات من العائلات نحن نتمنى أنه تتسع دائرة يعني اشتراك الأهالي في هذه المبادرة أو يعني انضمام الأهالي لهذه المبادرة التطوعية العائلية هل لا احنا التحديات اللي بتواجهنا حقيقة هي إبراز الأشخاص القدوة والنماذج القدوة مثل ما أبرزنا يعني قصة إبراهيم قصة حمز بركات قصة محمد السرطاوي بالإضافة إلى فريق أمجد السعدي للكراتي بالإضافة للدبكات وما إلى ذلك يعني لصحبة حلاء اللي هم تعلم الحلويات وصناعة الحلويات فإحنا هذا التحدي اللي عمالنا بنواجه أنه نبرز قدرات أطفالنا ونظهرها للمجتمع بحيث أنه يتعرف على هذه القدرات وأنه متلازمة داون مش أشخاص غير قابلين للتعلم ولا أشخاص مهمشين ولا أشخاص يمكن التعامل معهم كما التعامل مع الفئات الأخرى اللي المجتمع عملوا بتعامل مع حلاء إحنا وظيفتنا ودورنا والتحدي اللي عمالنا بنواجه أنه نوجد ثقافة مجتمعية صحيحة عن متلازمة داون وبالتالي التعامل مع هذه الفئة يكون بأرقى مستوياته إحنا لا نقبل أنه أي جهة تتعامل مع أولادنا على أنهم يعني تحت مظلة شفقة ورحمة وعطف وما إلى ذلك لا إحنا أولادنا قابلين للتعلم قابلين لأن يكونوا أشخاص مبدعين في المجتمع مدمجين في المجتمع بنتمنى أنه التحدي الأكبر اللي إحنا بنواجهه اللي هو الدمج في المدارس الحكومية لأولاد متلازمة داون أنهم ينالوا حقهم في التعليم يعني الحق في التعليم هذا حق لكل طفل لكل حدثة وهذا يعني مونى كل أم وكل أب عنده طفل متلازمة داون أنه ابنه يتعلم وأنه ابنه يبرز كشخص يعني عنده قدرة على الاستجابة وعلى تعلم ويكتسب كمان صحيح بالضبط يعني هي المهارات هاي اللي إحنا بنبحث عنها تكون موجودة عند كل أولادنا صحيح أنه أطفال متلازمة داون نوعا ما يعني عندهم بعض الصفات اللي ممكن أنها توجد صعوبة في التعامل معهم لكنهم بشكل عام رائعين وحساسين ومريحين ويعني عريبين تصبح على الألب بزنوكياتهم العفوية بالضبط واستاذ زي خطر في بالكم إنكم مثلا توصلوا لأماكن البعيدة الأماكن النائية البعيدة عن المدن الكبرى مثلا والمحافظات يعني يمكن بهذه الأماكن فيها خلنا نحكي نسبة جهل بالتعامل يمكن مع يعني هيك حالات مثلا مثل متلازمة داون يعني حقهم علينا يمكن شوي نتقفهم بهذه الأماكن يمكن ما في عندهم هذاك الوعي زي المدن اللي ممكن أي شخص يروح مثلا يحضر ندوة يكون مثلا فيه هنا مؤتمر عن هذا الموضوع ويشوفه مثلا أو أيش مضمونه فكرتوا مثلا إحنا ما بدنا نقوم بدور غيرنا في هذا الموضوع يعني وزارة التنمية الاجتماعية الأصلا معنية في هذا المجال إحنا كمبادر عائلية تطوعية ضمن إمكانياتنا حسب الموجود حسب الإمكانيات المتاحة أمامنا يعني بنقدم الخدمة اللي بنقدر عليها يعني إحنا عملنا زيارة الأهالي مثلا في إربد في عجلون وكانت لقاءات من أروع اللقاءات مع بعض العائلات ما عنا أي إشكالية في زيارة العائلة في بيتها والتعرف عليهم والتعرف على ابنهم وإبراس قدراتهم ومحاولة مساعدتهم في أنه ابن كل لابد من دمجه مجتمعيا وإظهارهم مجتمعيا وهذه أصلا يعني جزء من أهدافنا وغاياتنا كمبادرة تطوعية التغيير بلج دائما من الوسرة ومن العائلة للجميع سؤالنا الأخير أستاذ في عندكم مشاريع مستقبلية ممكن أفكار جديدة للمبادرة نعم إحنا الآن في صدد التحضير لورشة العمل يعني مع فريق يد الخير التطوعي بقيادة المدرب المي المحتسب لإقامة ورشة العمل على السنة الثالثة على التواري طبعا في تعديل السلوك في النطق في برنامج البورتج وبالتالي ربط الأخصائيين والأخصائيات مع الأمهات وكيفية التعامل مع الأطفال في عندنا أيضا اليوم العالمي لمتلازمة داون مثل ما حكينا راح يكون في عندنا برنامج حافل إلو مع فريق نسمة خير مبادرة نسمة خير التطوعية ونتمنى أنه يكون في عندنا إمكانيات وقدرات أن نقدم برامج ورشات عمل على مستوى البلد بيأكملوا بحيث أنه يتعرفوا الناس حقيقة على متلازمة داون وأشخاص متلازمة داون وأنهم أشخاص لطيفين يعني سعداء ونحن نكون ساعدين في التعامل مع هذه الفئة نشكرك بنهاية لقاءنا لليوم الناطق الإعلامي في مبادرة معنا حياتنا لها معنا تلازمة داون معنا حياتنا لها معنا شكرا جزيلا للأستاذ عبد الدايم محمد نهارك سعيد مشاهدينا فاصل ونرجع خليكم معنا